اشتركوا في القناة 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 الفلاح الله الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبذلك اشتركوا في القناة قالت لا يسلموا عبدالله فجاء فاذا اشتركوا قالوا ولا وادي خرجوا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 وفي رواية اخرى قال عامر بن ربيع ما من عبد يصلي علي الا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي فليقل العبد او فليكثر والذكر التالي حرام بن ملحان رضي الله عنه ورد عن حرام انه لم يخلف عن عبد الله بن ابي طلحة قال حدثني انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله اخ لام سليم في سبعين راكبا حرام بن ملحان وكان رئيس المشركين عامر بن طفيل خير بين ثلاث خصال فقال يكون لك اهل السهل ولي اهل المدر او اكون خليفتك او اغزوك باهل غطفان بألف وألف فطعن عامر في بيت ام فلان فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان ائتوني بفرسي فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام اخ ام سليم وهو رجل اعرج ورجل من بني فلان قال كونا قريبا حتى اتيهم فان امنوني كنتم وان قتلوني اتيتم اصحابكم فقال اتؤمنونني ابلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم وأومأوا الى رجل فأتاه من خلفه فطعنه قال همام احسبه حتى انفذه بالرمح قال الله اكبر فست ورب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الاعرج حتى كان في رأس جبل فانزل الله علينا ثم كان من المنسوخ انا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثلاثين صباحا على رعل وذكوانا وبني لحيانا وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا ما ورد في صحيح البخاري وفي رواية اخرى من البخاري ورد انه طعن بالحرب وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم اي ضد قبيلتي رعل وذكوان من بني سليم شهرا في صلاة الغدات وقال انسو رضي الله عنه ان ذلك بدء القنوتي وما كنا نقنط من قبل يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه سردا لحدث استشهاد الحفاظ وانطلاقا من حماس الصحابة للتضحية يتبين لنا بقراءة التاريخ أن الصحابة كانوا يتوجهون إلى الحروب وكأنهم يرون الشهادة في القتال الراحة والسعادة بعينها وإذا أصيبوا بألما في القتال لم يعتبروه ألما بل اعتبروه راحة نجد في التاريخ مثل هذه أحداث الصحابة بكثرة التي تفيد أنهم رأوا عين راحتهم أن يقتلوا في سبيل الله فمثلاً أولئك الحفاظ الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة في وسط العرب لتبليغ الإسلام كان منهم حرام بن ملحان أيضاً الذي ذهب برسالة الإسلام إلى عامر بن الطفيل سيدي بني عامر وتخلف عنه بقية أصحابه فرحب به عامر بن الطفيل وأفراد قبيلته في البداية بالنفاق لكنه حين جلس مطمئناً وبدأ يبلغهم الإسلام أومأ بعض الأشرار إلى خبيت فطعن حرام بن ملحان من الخلف برمح فسقط وجرى على لسانه فوراً من طلقاء نفسه الله أكبر فست ورب الكعبة ثم حاصر أولئك الأشرار بقية الصحابة وهاجمهم ويقول قاتل عتيق سيدنا أبي بكر عامر بن فهيرة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة وهذا القاتل قد أسلم فيما بعد وهو قد ذكر أن سبب إسلامه حصراً أنه حين قتل عامر بن فهيرة جرى على لسانه تلقائياً فست والله فهذه الأحداث تفسح أن الموت كان يجلب للصحابة الفرحة بدلاً من الحزن ثم يقول سيدنا المصلح الموعود إن أشخاصاً من النجد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنني أترك هذا وأتناول ما كتبه سيدنا مرز بشير أحمد رضي الله عنه عن هذا الحدث وهو مفصل نوعاً ما فقد كتب جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو البراء العامري وهو رئيس بني عامر في وسط العرب قصد الزيارة فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بلطف ورفق فسمع الدعوة في الظاهر بشوق ولم يسلم ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إذا بعث معي رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى الإسلام فأرجو أنهم لن يردوا دعوتك فقال صلى الله عليه وسلم أنا لا أثق بأهل نجد قال أبو البراء لا تقلق فأنا مجرهم فلما كان سيد القوم وكان صاحب نفوذ فقد وثق به النبي صلى الله عليه وسلم إثر طمأنته وبعث معه جماعة من الصحابة إلى نجد إن هذه الرواية من التاريخ بينما ورد في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجال من رعل وذكوان من بني سليم وغيرهما من القبائل فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم المعارضين للإسلام ولم يذكروا أي نوع من المدد يريدون أي يريدون كتيبة للدفاع أو من ينشرون الدعوة فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكتيبة إذا أرد التوفيق بين هاتين الروايتين فيمكن أن يكون على النحو التالي بأن يكون أبو البراء العامري زعيم قبيلة بني عامر أيضاً قد جاء مع أناسم من رعل وذكوانا وهو قد بدأ الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنهم فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليهم من أهل نجد بحسب ما ورد في التاريخ وأرد أبو البراء بأنني مجيرهم فلن يتعرض أصحابك لأي أذى منهم يشير إلى أنه قد رافق أبو البراء أناس من رعل وذكوان وكان النبي قلقاً بسببهم والله أعلم على أية حال بعث النبي المنذر بن عمر الأنصاري في صفر عام أربعة الهجري أميراً على سرية من سبعين من الصحابة معظمهم كانوا من الأنصار وكلهم من قراء القرآن وكانوا يقطعون الخشب من الغابة نهاراً ويعيشون على ثمنه ويقضون وقتاً طويلاً من الليل في العبادة فلما نزلوا بموضع عرف ببئر هناك اشتهر ببئر معونة توجه حرام بن ملحان وهو خال سيدنا أنس بن مالك برسارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الطفيل رئيس قبيلة بني عامر وهو ابن أخي أبو البراء العامري وبقي الصحابة الآخرون في مكانهم فلما أتى حرام بن ملحان بصفته مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الطفيل وأصحابه رحبوا به في البداية نفاقاً فلما اطمأنا وجلس معهم يبلغهم دعوة الإسلام أو مع بعض الأشرار إلى أحدهم فطعن هذا المبعوث البريء في ظهره وقتله وكان على لسانه وقت استشهاده الله أكبر فست ورب الكعبة لم يكتفي عامر بن الطفيل بقتل مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل استصرخ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا لن نخفر أبا البراء ولن نهاجم المسلمين فاستصرخ عليهم عمر قبائل رعلاً وذكوان وعصية من سليم كما ورد في رواية البخاري فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في وفد فأخذوهم معهم ثم هاجموا جماعة المسلمين قليلة العدد الذين لم يكن لهم حول ولا قوة لما رأى المسلمون هؤلاء الوحوش قادمين إليهم قالوا لهم إنا لا نريد أن نتعرض لكم وإنما جئنا لإنجاز مهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جئنا للقتال ولكنهم لم يستمعوا لهم وقتلوهم بالسيوف ولم ينجوا من هؤلاء الصحابة إلا شخص واحد هو الصحابي كعب بن زيد وكان أعرج فصعد على الجبل وفي بعض الروايات أن الكفار حملوا عليه وجرحوه وتركوه ظنا منهم أنه قد مات ولكن كان به رمق فنجى وكان هناك صحابيان آخران من هذه الجماعة للصحابة وهما عمر بن أمية الضمري والمنذر بن محمد وكانا يرعيان الجمال بعيدا عنهم فلما نظرا من بعيدا إلى المكان الذي نزلوا فيه فإذا الطير تحوم على العسكر وكانا يفهمان الإشارات الصحاوية جيدا فأدركا على الفور أن قتالا قد وقع هناك فرجعا فرأيا المجزرة التي نفذها الكافرون الظالمون فبعد رؤية المشهد من بعيدا تشاورا فيما بينهما فقال أحدهما أرى أن نلحق بالمدينة لنخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال الآخر لكني ما كنت أرغب بنفسي عن موطن قتل فيه أميرنا المنذر بن عمر ثم تقدم وقاتل القوم حتى قتل أما عمر بن أمية الضمري فأسره الكفار وأرادوا قتله ولكنهم لما علموا أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته على عادة العرب وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه من قبيلة مضر وقال أعتقك بسبب نذر أمي فهكذا لم ينجو من هؤلاء الصحابة السبعين إلا اثنان أحدهما عمر بن أمية الضمري والآخر كعب بن زيد الذي تركه الكفار ظنا منهم أنه قد مات ومن بين الصحابة الذين استشهد في بئر معونة عامر بن فهيرة عتيق سيدنا أبي بكر وكان من المسلمين المخلصين القدامى قتله حبار بن سلمة الذي أسلم فيما بعد وقد أخبر بعد إسلامه أن سبب إسلامه أنه لما استشهد عامر بن فهيرة قال فست والله فتعجبت من سماع ذلك وقلت لقد قتلت هذا ومع ذلك يقول فست والله فما هذا؟ قال فسألت فيما بعد الناس سبب قوله فعلمت أن المسلمين يرون الموت في سبيل الله أكبر فوز فكان لهذا الحادث أثر عميق على نفسي حتى أسلمت بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته خبر ما حصل بالرجيع وببئر معونة في وقت واحد تقريبا فأصابته صدمة كبيرة حتى ورد في بعض الروايات أنه لم يصبه صدمة مثلها لا قبلها ولا بعدها وبالفعل فأن قتل حوالي ثمانين صحابيا غدرا الذين كانوا قراء القرآن الكريم وحفظته وكانوا من فقراء المسلمين لم يكن بواقعة هيينة حتى بالنظر إلى تقاليد العرب الوحشية وكانت وفاتهم بمنزلة وفاة أبناء النبي صلى الله عليه وسلم بل أشد من ذلك لأن القرابة الروحانية أعز على الإنسان الروحاني مما تكون القرابة المادية على الإنسان المادي فأصاب هذه الواقعات النبي صلى الله عليه وسلم بصدمة شديدة ولكن الإسلام يأمر بالصبر في كل حال فلما بلغه الخبر قال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم لازم الصمت بعد أن قال هذا عمل أبي براء وقد كنت لهذا كارها ومتخوفا من إرسال أصحابي إلى هؤلاء القوم ثم هناك ذكر الصحابي سعد بن خولة رضي الله عنه كان من بني مالك بن حصل بن عامر بن لؤي ويرى البعض أنه كان حليفة بن عامر بن لؤي وكان من عجم الفرس القاطنين في اليمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلتي مالي قال لا قال قلت أفأتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في إمرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفع ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقواما ويضر بك آخر اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رثى لسعد بن خولة لأنه توفي في مكة ذلك أن الذي هاجر من مكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره له أن يرجع إليها أو يقيم فيها أكثر من أيام الحج أو العمر وروا إسماعيل بن محمد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السائب بن عمير القاري إن مات سعد بن خولة ألا يقبر بمكة وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم نحو هذا لكن في حق سعد بن أبي وقاص وفي رواية توفي سعد بن خولة في حجة الوداع وزوجته سبيعة حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته وفي رواية أنها وضعت مولودها بعد وفاته بخمس وعشرين ليلة أو أقل من ذلك فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعك وهو من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراكي متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي وهكذا فإننا نتعلم بعض الأمور الفقهية أيضا ثم هناك ذكر الصحابي أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه كان له أخ عبيد بن عبيد أو عتيق بن التيهان حضر غزوة أحد قال أبو الهيتم أنا أول من بايع فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نبايعك يا رسول الله قال بايعوني على ما بايعت عليه بن إسرائيل موسى وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا الهيثم وأسيدة بن حضير نقي بيني على بني عبد الأشهل كان أبو الهيثم بن التيهان يلقب ذي السيفين وكان يتقلد سيفين في الحرب قال حضرة مرزا بشير أحمد قاتل أبو الهيثم من طرف علي رضي الله عنهما في حرب صفين واستشهد فيها ثم هناك ذكر عاصم بن ثابت رضي الله عنه كان اسم أحد أبنائه محمد الذي ولد من بطن هند بن مالك لقد بينا الإمام الرازي في شرح آية عن الذين كانوا قرب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقد ذكر الخليفة الرابع رحمه الله أيضا شارحا الآية نفسها وقال لقد قدم الإمام الرازي شهادة قاطعة عن الأربعة عشر شخصا كانوا موجودين حين ذاك مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركوه مطلقا وقد ورد في تلك الأسماء من المهاجرين سيدنا أبو بكر وعلي رضي الله عنهما يقول الشيعة أيضا إن علي رضي الله عنه كان موجودا إذن كان من بينهم أبو بكر علي عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله أبو عبيد بن الجراح والزبير بن العوام رضي الله عنهم من المهاجرين ومن الأنصار خباب بن المنذر أبو دجانة عاصم بن ثابت حارث بن صمة رضوان الله عليهم وكذلك وردت أسماء سهل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهم أيضا وقد ورد أيضا أن الثمانية منهم كانوا قد أقسموا على الموت بمن فيهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار والغريب في الأمر أنه لم يقتل منهم أحد فقد حماهم الله بحماية خاصة منه والذكر التالي هو لسهل بن حنيف الأنصار عن ابن عباس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر مئة ناضح ونواضح وكان معه فرسان يركب أحدهما المقداد بن الأسود ويتروح الآخر مصعب بن عمير وسهل بن حنيف وكان أصحابه يعتقبون في الطريق النواضح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب يعتقبون ناضحا وقد ورد ذكر سهل بن حنيف أيضا في الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد عن يسير بن عمر قال دخلت على سهل بن حنيف فقلت حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحرورية قال أحدثك ما سمعت لا أزيدك عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قوما يخرجون منها هنا وأشار بيده دحو العراق يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قلت هل ذكر لهم علامة؟ قال هذا ما سمعت لا أزيدك عليه عن عمير بن سعيد يقول صلى علي على سهل بن حنيف فكبر عليه خمسا فقالوا ما هذا التكبير؟ فقال هذا سهل بن حنيف من أهل بدر ولأهل بدر فضل على غيرهم فأردت أن أعلمكم فضلهم ثم هناك ذكر جبار بن صخر رضي الله عنه سرية علي بن أبي طالب إلى بني طي كانت في التاسع من ربيع الآخر عام تسعة من الهجرة وقد ورد عنها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في خمسين ومئة رجل كانت منطقة بني طي تقع في شمال غرب المدينة وأعطى النبي علي رضي الله عنه راية سوداء ولواء أبيض فشن الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدم الفلس ثم عاد علي إلى المدينة مع أموال كثيرة وأسرى من بني طي كان اللواء في هذه السرية مع جبار بن صخر رضي الله عنه في هذه السرية استشار علي رضي الله عنه أصحابه قال جبار بن صخر رأيي أن ننطلق على متون الخيل ليلتنا حتى نصبح القوم وهم غارون فنغير عليهم قال علي هذا الرأي عن جابر بن عبد الله قال قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذني فجعلني عن يمينه وجاء جابر بن صخر فدفعنا حتى جعلنا خلفه في رواية أن عمر بن ود قتل عمير بن أبي وقاس وفي رواية أخرى أحسن بن سعيد قتل عمير بن أبي وقاس إلى هنا انتهى ذكر جبار بن صخر ثم هناك ذكر عمير بن أبي وقاس وقد ورد عنه في رواية أن عمر بن ود قتله وجاء في رواية أخرى أن أحسن بن سعيد قتله وفي رواية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة في عشرين رجلا إلى حي من خثعمة بناحية تبالة وأمره أن يشن الغارة عليهم فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم فجعل يصيح بالحاضر ويحذرهم فضربوا عنقه ثم أمهلوا حتى نام الحاضر فشن عليهم الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا وقتل قطبة بن عامر من قتل وساق النعم والشاء والنساء إلى المدينة وكانت سهمانهم أربعة أبعرة أربعة أبعرة والبعير يعدل بعشر من الغنم بعد أن أخرج الخمس يقول الإمام البغوي إنه لم يروى عن عقبة بن عامر أي حديث إلى هنا انتهى ذكر الصحابة الذين كنت أريد بيانه والآن أريد أن أوجه الأنظار إلى الدعاء للأحمديين في باكستان فادعو الله تعالى أن يسهل عليهم الأمور لأنهم يواجهون ظروفا قاسية جدا ويهب العقل والفتنة للمنصفين ومنفذي القانون وكذلك الذين يظلمون بسم الله ورسوله أو يبطش بهم وثانيا أدعو الأحمديين في بركينة فاسو لأنهم أيضا يواجهون ظروفا صعبة ولا يزال الإرهابيون والمتطرفون يواصلون أعمالهم الإرهابية نفسها ودعو الأحمديين في الجزائر إذ أن أصحاب المناصب في الحكومة والقضاة في المحاكم لا يزالون يظلمون الأحمديين ندعو الله تعالى أن يحمي الجميع ركزوا على الدعاء والصدقات بوجه خاص ندعو الله تعالى أن يحمي الجميع من شر المعارضين بعد صلاة الجمعة سوف أصلي صلاة الغائبة على بعض المرحومين وسأذكر الآن سوانحهم باختصار الذكر الأول هو للمرحوم محمد رشيد بن تشودري بشارة أحمد من غريال محافظة جوجرات بباكستان اقتحم بيته إثنان من المعارضين وأطلقا عليها الرصاص وأرضوها قتيلا بتاريخ التاسع عشر من فبراير إنا لله وإنا إليه راجعون كان عمره يربع على سبعين عاما وقت الشهادة وبيان ذلك أن الشهيد كان ساكنا وحده في بيته غريال محافظة جوجرات وكان قد أقام مستوصفا لطب الهوميوباثي لفائدة الناس في منطقته وكان الناس في المناطق المجاورة يستفيدون منه كثيرا فجاء شاباني محليان بعذر أخذ الدواء ودخلا مستوصفا قائما في بيته وأطلقا عليه الرصاص قيل إن الذي أطلق الرصاص كان حافظا للقرآن الكريم وطلق الشهيد رصاصا أطلقه على جبينه ولفظ أنفازه في الحال وقد فر المهاجمان بعد الهجوم فورا بعد بضع دقائق وصل خادم الشهيد إلى مكان الحادث وعلم بما جرى سجلت القضية في مخفر الشرطة المحلية ويقول التقرير إنه قد عثر على جثة أحد المهاجمين الذي كان حافظا للقرآن الكريم في الحقول المجاورة وتقوم الشرطة بالتحقيق في حادث موته أما المهاجم الثاني فقد بطشت به الشرطة الجدير بالذكر في هذه الحالة هو أن الشرطة قابضت عليه على الأقل لقد دخلت عائلة الشهيد الأحمدية بواسطة منشي سلطان عالم رضي الله عنه الذي كان من صحابة المسيح المعودي عليه السلام وكان يسكن في قريالة محافظة جوجرات وكان يعمل مدرسا في مدرسة محلية وسافر من قريته قريالة محافظة جوجرات إلى قاديان عام 1906 وحظي بالبيعة على يد المسيح الموعود عليه السلام كان الشهيد محمد رشيد قد التحق بالجيش بعد اجتياز الثانوية ثم ترك الجيش بعد بضع سنوات وانتقل إلى النرويج مع عائلته عام 1984 أو 1985 على الرغم من جنسيته النرويجية عاد إلى قريته الأصلية في باكستان في عام 2008 واعتاد زيارة النرويج بين حين وآخر بدأ بمستوصف المعالجة بالمثل المجاني بالإضافة إلى الفلاحة في القرية الأصلية لخدمة سكان المنطقة واستمرت هذه السلسلة حتى آخر حياته كان الشهيد الراحل بحمد الله منضما إلى نظام الوصية كان يخدم وقت الاستشهاد بوصف سكرتيرا للإصلاح والإرشاد في منطقة جوتريالا كان ودودا ومحبا للغاية وكان على علاقة المحبة والصداقة مع الجميع كانت روح الخدمة بارزة فيه وكان يقدم الدعم المادية والمعنوية للمحتاجين بغض النظر عن انتمائهم الديني كان يحب الخلافة حبا جما ضيافة الضيوف كانت سمته البارزة وبالتالي كان في المقدمة دائما لخدمة الضيوف من المركز على وجه الخصوص كان مواظبا على الصلوات وكان يدأب على إقامة عيادة طبية مجانية في المنطقة بين حين وآخر يقول ابن أخيه سيد رافع أحمد وهو يخدم كداعية في ساحل العاج كان الشهيد الراحل يملك شخصية محببة للجميع وإلى جانب تحليه بروح خدمة الخلق فقد كان داعيا إلى الله وصالحا ومعيلا للفقراء لقد جعل الله الشفاء في يديه كان حريصا جدا على الاستماع إلى خطبة الجمعة بانتظام وكان يأخذ الحذر والحيطة اللازمة أيضا هناك منذ فترة رأت زوجة الشهيد الراحل السيدة بروين أخطر في النرويج أن الشهيد الراحل قد تعرض للاعتداء وحاول أحدهم قتله لذلك فقد طلبت منه آنذاك توخي الحذر لقد ترك الشهيد خلفه زوجته السيدة بروين أخطر التي تعيش حاليا في النرويج وابنين وخمسة بنات إحدى بناته تعيش في باكستان أما بقية الأولاد فيعيشون في دول مختلفة كتب السيد شاهد محمود كالون رئيس المبلغين في النرويج كان المرحوم شخصا متواضعا وبسيطا جدا ظل يخدم الناس بالعلاج بالمثل في النرويج ثم بعد التقاعد عاش في قريته في باكستان لحوالي 12 أو 13 عاما حيث كان يخدم الناس وخلال هذه الفترة اعتاد زيارة النرويج أيضا بين حين وآخر لقد جعل الله شفاء في يده وكان دائما على استعداد لمساعدة المرضى لدرجة كان يقوم بالزيارات المنزلية أيضا لإعطاء الدواء كانت زوجته من أخاربه إلا أنها لم تكن قد باعت سابقا لكنها لم تعرضه قط بل زوجت جميع أولادها في بيوت الأحمديين فلما زار الشهيد النرويج المرة الأخيرة في أكتوبر تشرين الأول 2018 أقنع زوجته بالمبايع وكان يقول بأنني أتيت لهذا الغرض حتى تبايع زوجتي وقال لها بأنه يواجه معارضة شديدة في باكستان ويتلقى تهديدات أيضا ولكن الفقر هناك شديد بحيث لا يستطيع الناس شراء الأدوية أما بوجود هناك فيتيسر لهؤلاء الفقراء علاجا مجاني وتتم مساعدتهم ولا أخاف من الموت لأنه سيأتي حتما يوما ما لا يزال الأحمديون يقومون بمواصلة خدمة البشرية وهم يفعلون ذلك بلا أي خوف غفر الله للشهيد محمد رشيد ورحمه وألهم أهله الصبر والسلوان الذكر التالي هو لمرحومين اثنين وهما السيدة أماني مجلاوي والعزيز صلاح عبد المعين قطيش من اسكندرون تركيا كتب السيد صادق رئيس الجماعة هناك لقد توفي اثنان من الأحمديين أيضا في هزتين حدثتا في تركيا في 6 فبراير شباط 2023 أحدهما أم والآخر ابنها إنا لله وإنا إليه راجعون أما بقية الأحمديين فقد بقوا محفوظين من دمار الزلزال بشكل عام بفضل الله تعالى اللهم إلا بعض الإصابات الخفيفة التي تعرض لها البعض أما المتوفيان فأحدهما السيدة أماني مجلاوي وهي أم أحمدية سورية من جماعتنا في مدينة اسكندرون كانت زوجة السيد عبد المعين قطيش وكنت السيد صلاح قطيش أبو خالد رئيس الجماعة في اسكندرون لقد بايعت السيدة أماني مع زوجها قبل شهرين يقول حامها السيد صلاح قطيش أنه سألها قبل وفاتها بيوم فحسب ما إذا كانت قد أخبرت أهلها عن بيعتها فردت نعم أطلعت والدي على أنني أصبحت أحمدية يقول السيد صلاح كانت أماني مسرورة على أن والديها لم يبديا ردة فعل شديدة على قبولها الأحمدية ولم يعارضاها لقد توفي معها ابنها العزيز صلاح الدين البالغ من العمر ثلاث سنوات إنا لله وإنا إليه راجعون وكان الاثنان قد وقعا تحت الأنقاض ولم يتم إخراجهما إلا بعد يومين وعند ذلك كان قد توفي لقد تركت السيدة أماني خلفها زوجها السيد عبد المعين قطيش وبنتا عبيرة البالغة من العمر ست سنوات يقول السيد شمس الدين الماليباري الداعية الأحمدي في الكبابير لقد هاجرت عائلة السيدة أماني وزوجها عبد المعين قطيش من سوريا ووصلت إلى تركيا كانت السيدة أماني مخلصة وخدومة وامرأة قانعة ولما أخبرت عن أهمية البيعة لم تتأخر من اتخاذ خطوة البيعة بل كانت تطمئن زوجها وإخوتها أيضا تجاه هذا الأمر يقول السيد شمس تقول زوجتي أنها لاحظت بشكل ملموس أن المرحومة اعتادت أن تحافظ على لم شمل أهل زوجها وتعاملهم جميعا بحب وحنان كبيرين كانت مسرورة جدا يوم بيعاتها وودعتنا بمشاعر الإخلاص الكبير غفر الله لها ورحمها والشخصية الثالثة التي أصلي عليها صلاة الغائب هي داعية الجماعة السيد مقصود أحمد منيب الذي توفي في 15 فبرار شباط الجاري عن عمر يناهز 53 عاما إثر صدمة قلبية إنا لله وإنا إليه راجعون كان منضما إلى نظام الوصية بفضل الله تعالى لقد قابل الأحمدية والده السيد شودري جان محمد في عام 1974 لقد تخرج المرحوم من الجامعة الأحمدية بربوة عام 1991 بعد أن أحرز شهادة المبشر ثم خدم الجماعة في مدن باكستان المختلفة بإشراف نظارة الإصلاح والأرشاد المركزية وفق للخدمة في كينيا شرق إفريقيا من عام 1998 إلى 2006 ثم رجع إلى باكستان وكان يخدم الجماعة حاليا كرئيس المبشرين في محافظة كويتا لقد ترك خلفه إضافة إلى زوجته ابنا وبنتين لقد كتب عنه ناظر الإصلاح والإرشاد أيضا أنه كان مخلصا وكان داعية يعمل بأمانة واجتهاد كبيرين يقول السيد عبد الوكيل داعية الجماعة في كويتا كان المرحوم يكن للواقفين احتراما كبيرا وكان يسألني دوما ما لا يعرفه دون أي تردد مع كوني أصغر منه كثيرا في العمر لقد قضى الفقيد بعد الوقت في كينيا ولذلك لم تكن تخلؤ حاديثه من ذكر كينيا وكان يبدو أن قلبه قد شغف حبا بكينيا وشعبها كان يقول في كثير من الأحيان إن شعب كينيا متقدمون في الإخلاص ومحبون للغاية كتب قائد المجلس السيد فريد مبارك أن المرحوم كان ذا شخصية ضريفة وطاهرة وفدائية من أجل الدين ومضحية بنفسها من أجل الجماعة ومحبة للخلافة حبا لا حدود له يقول عندما علمت بتعيين داعية كبير وقديم هنا في كويتا كنت سعيدا جدا لأن الجماعة في كويتا كانت بحاجة إليه يقول إنه قد أسر قلبي في اللقاء الأول معه ثم لما ألقى خطبته الأولى في مسجد الجماعة في محافظة كويتا أثنى عليه كل من سمعها كان مضيافا يدعو الجماعة إلى بيته ثم كان يخدمه أيما خدمة كان يظهر من عينيه ما يكنه في قلبه من لوعة من أجل الجماعة فلما كان يخطب بيننا كان يلقي كلماته بحماس ونشاط عجيب يجعل عيون السامعين تدرف دموعا من شدة التأثر بها كان يحضر جميع الاجتماعات والجولات وكان يحاول أن يولد في قلب كل من يلتقي به اهتماما كبيرا بالجماعة كان يملك خزينة كبيرة من علوم الجماعة أيضا وكان رجلا متواضعا لدرجة لم أرى في حياة شخصا متواضعا مثله ثم يقول كان نور عجيب يعلو وجهه أثناء الجماعة الماضية التي توفي في اليوم التالي منها فلما نظرت إليه قلت له أمام السيد الناظم العمومي بأنك تبدو جميلا جدا اليوم ولم نكن نعرف أنها جمعته الأخيرة لأنه توفي بعدها غفر له الله تعالى ورحمه ورفع درجاته سأصلي بإذن الله صلاة الغائب على جميع هؤلاء سأصلي بإذن الله صلاة الغائب على جميع هؤلاء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يعده الله فلا مدلله ومن يضلله فلا هادينا ونشهد الله إله إلا الله ونشهد عنا محمدا مبدو ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالأذل واللسان ويتاويذ القربان وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغي يغايدكم لا ألكم تذكرون وذكر الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر